أدى الرئيس عبدالفتاح سيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطوي وحرص الرئيس سيسي أثناء الصلاة على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره في الصلاة كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس سيسي شيخ الأزر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة